بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الكرام عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكولوجيا أهلا ومرحبا بكم لمشاهدة الحلقة الخامسة من سلسلة حلقات هذا المقرر الذي هو الأدب في العصر العباسي الثاني والتي نتناول فيها مجموعة من شعراء الشام في العصر العباسي الثاني وهؤلاء الشعراء هم أبو فراس الحمداني والشاعر كشاجم وسنبين من هو كشاجم وكذلك الشاعر أبل علاء المعري عزيزي الدارس متوقع منك بعد مشاهدتك هذه الحلقة أن تحقق الأهداف الآتية واحد أن تعرف بالشعر أبي فراس الحمداني مبينا حياته ونشأته وصفاته وأخلاقه اثنان أن تحدد خصائص شعره وتذكر نماذج منه ثلاثة أن تبين حياة ونشأة الشاعر كشاجم أربعة أن تبين خصائص شعره كشاجم وتذكر نماذج منه خمسة أن تبين حياة ونشأة الشاعر أبل علاء المعري وتذكر مواهبه ستة أن تحدد خصائص شعره وتذكر نماذج منه ولتحقيق هذه الأهداف سنتناول في هذه الحلقة المحاور أو العناصر الآتية واحد أبو فراس الحمداني حياته ونشأته وصفاته وأخلاقه اثنان خصائص الشعر أبي فراس ونماذج من ذلك الشعر ثلاثة حياة ونشأة الشعر كشاجم أربعة خصائص شعره ونماذج منه خمسة حياة ونشأة الشعر أبل علاء المعري ومواهبه ستة خصائص شعره ونماذج منه والآن نأتي إلى الفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة والتي نتناول فيها حياة ونشأة أو التعريف بالشاعر الأمير أبي فراس الحمداني من هو أبو فراس الحمداني لعلك سمعت بآل حمدان وإمارتهم التي كانت جزءا من الخلافة العباسية في عصرها الثاني والتي كان من أشهر شخصياتها الشاعر الأمير أبو فراس الحمداني فيا ترى من هو أبو فراس وماذا تعرف عنه عزيز التالس سنتحدث عن شاعرنا هذا في هذه الفقرة في محورين عن حياته ونشأته وعن صفاته وأخلاقه وسنبدأ بحياته ونشأته هو أبو الحارث ابن أبي العلاء ابن عم سيف الدولة كان مولده بمنبج وتربى في حج النعيم بين عز الملك وأبهته فاستلهم صفات العظماء شجاعة وإباءة والسلامة في الطباع حاملا خلق الكرم والحياء جامعا بين السيف والقلم وكان سيف الدولة معجبا به وموقرا له ومؤثرا له على سائر أهله فجعله وزيره واستحبه في جميع أسفاره وفي جميع غزواته وكان يستخلفه في جميع أعماله قلده قيادة الجيوش في الحض ورئاسة الكتابة في السل فمالت له القلوب وأثنت عليه الألسن واستكمل فروسيته بما يملك من شعر وبيان وفصاحة وإتقان وإتقان لنطق ولسان وفي إحدى المعارك مع الروم كبى جواده وأسروه وهو جريح من سه أصابه في فخذه فسجنوه في شبه جزيرة في آسيا الصغرى ثم نقلوه إلى القسطنطينية وظل في الأسري أربع سنوات أبدع فيها شعرا كثيرا وقد سمي شعره أثناء أسري بالروميات وهي أشعار معنية بالحب والعاطفة والحنين إلى الأوطان وإلى زوجته وابنته الوحيدة وكذلك الأمير سيف الدولة ولما خرج من الأسري لم يستمتع بعدها بحياته بعد ذلك كثيرا حيث توفي سيف الدولة بعدها وخلفه في الحكم ابنه أبو المعالي ابن أخت أبي فراس فأراد أبو فراس أن يضم إلى حكمه مدينة حمص فأبى عليه أبو المعالي مما أدى إلى الحرب بينهما وجارت معركة بينهما قتل فيها أبو فراس وهو في مرحلة الشباب وكان شابا قصن الإهاب كما يقولون عزيز التالس كان ذلك عن حياتي ونشأة الشاعر أبي فراس الحمداني ونأتي الآن إلى العنصر الثاني من هذه الفقرة وهو صفاته وأخلاقه عزيز التالس تميز أبو فراس الحمداني عن غيره من شعراء العصر العباسي بالعديد من الصفات والأخلاق حيث كان أميرا مقداما شجاعا بطلا سخيا معجبا بشعره وبنفسه كثير الفخر ببني حمدان وبقومه بعيدا عن اللهو والمجون وعن شرب الخمر بل كان يذم اللهو والغناء والخمر والعبث ويقول لئن خلق الأنام لحس بكأس ومزمار وطنبور وعودي فلم يخلق بني حمدان إلا لمجد أو لبأس أو لجودي وبذلك يصبح أبو فراس من الشعراء القلة الذين حافظوا على معالي الأخلاق والابتعاد عن اللهو والغناء والابتعاد عن معاقرة الخمر في زمن تهيأت له الظروف لذلك وفي بيئة الملك والهيلمان وهو ما يفخر به الإنسان العربي المسلم على مدار الأزمان عزيزي التالس كان ذلك عن حياتي ونشأة وصفاتي وأخلاق الشاعر الفارس الأمير أبي فراس الحمداني ونتناول في الفقرة التالية خصائص شعره ونماذج منه عزيزي التالس لا شك أن شعر أبي فراس الحمداني تفرد بخصائص عن شعر غيره ومن هذه الخصائص ما يلي واحد تميز شعره باتصاله بالشعر القديم من حيث المتانة في اللفظ والقوة في المعنى والوضوح في الأسلوب وهذا ينبئ عن نفسية الشاعر وأصالة اعتماده في إنتاج شعره اثنان شعر أبي فراس شعر مطبوع لا مصنوع إذ أن الشعرية فيه أصيلة وليست مستحدثة فهي منبعثة من الشعور الصادق والعاطفة الحقيقية الغضة بالرغم من عيشه في بيئة الملك وعز السلطان ولقد قال الصاحب ابن عباد بُدئ الشعر بملك وختم بملك وهو يعني امرأ القيس وأبا فراس الحمداني ثلاثة تحتث في معظم أبواب الشعر وموضوعاته فأجاد إلا أن منزلته في الفخر والاستعطاف والعتاب أعلى وأجود وخير دليل على ذلك رومياته التي أظهرت هذه الخصائص بجلاء موضوح أربعة ترفع عن المتح لأن مثله لا يحتاج إليه وكذلك الهجاء لأنه لا يوافق أخلاقه وطباعة ومنهجه ولم يتحتث في الغزل إلا نادرا لغلبة الجد على طبعه وحياته ولكثرة الأحداث المزعجة في حياته القصيرة ولعلك عزيزي التالس ستتابع ظهور هذه الخصائص والصفات في شعر أبي فراس من خلال سماعك أو كراءتك لنماذج متنوعة من شعره في الفقرة التالية عزيزي التالس إليك لماذج متنوعة من شعر أبي فراس الحمداني تظهر فيها بوضوح الخصائص التي ذكرناها آنفا يقول في الأمثال التي أصبحت سائرة على لسان الناس وهي من أقواله إذا كان غير الله للمرء عدة أتته الرزايا من وجوه الفوائد فقد جرت الحنفا حتف حذيفة وكان يراها عدة للشدائد والحنفا هي فرس حذيفة بن بدر الذي اصطارضه قيس بن زهير في ثأر أخيه ماتت فاستدل عليه بأن تبع آثار خيله الحنفاء حتى أدركه وقتله وفي الحنين إلى الوطن والأهل يقول بعد سماعه هديل حمامة على شجرة وهو مأسور أقول وقد ناحث بقربي حمامة أيا جارتا لو تعلبين بحالي معاذ الهوى ما ذكت فارقة النوى يعني أنت ما تعذفت مثلي بالبعد ولا خطرت منك الهموم ببالي أتحمل محزون الفؤاد قوادم على غصن ناء المسافة عالي أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا تعالي أقاسمك الهموم تعالي تعالي تري روحا لدي ضعيفة تردد في جسم يعذب بالي أيضحك مأسور وتبكي خليقة ويسكت محزون ويندب سالي لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة ولكن دمعي في الحوادث غالي وفي الشجاعة والقتال يقول وإني لنزال بكل مخوفة كثير إلى نزالها النظر الشزر وإني لجرار لكل كتيبة معودة ألا يحل بها النصر فأضمأ حتى ترتوي البيض والقنى وأسقب حتى يشبع الذئب والنسر ويا رب دار لم تخفني منيعة طلعت عليها بالردى أنا والفجر ولا بات يضغين بأثوابه الغنى ولا بات يثنين عن الكرم الفقر عزيزي التالس كان ذلك عن الشاعر الأمير أبي فراس الحمداني وعن حياته ونشأته وشعره ونأتي الآن للفقرة التالية والتي نبين فيها الشاعر أو نعرف فيها بالشاعر الشاجم نشأته حياته وكل ما يتعلق به عزيزي التالس لعلك تستغرب عند سماعك لسمي هذا الشاعر وتتساءل من هو كشاجم هذا وماذا يعني هذا الاسم هو محمود بن حسين السندي بن شاهك أبو الفتح الرملي وكشاجم بفتح الكاف كشاجم بفتح الكاف هو لقب له جمعت أحروفه من صناعته حيث أخذ الكاف من كاتب والشين من شاعر والألف من أديب والجيم من منجم والميم من مغنن وقد طلب الطب أيضا ومهر فيه وصار أكبر علمه وزيد في اسمه طاء ووضع في بدايته غير أنه صعب نطقه فلقب بكشاجم ولعل هذا التعريف يوحي بسعة علم الرجل وتوسعه في العديد من الفنون والعلوم مما سينعكس على شعره ولا شك كما يوضاف إلى مهاراته أيضا مهارة الكتابة الأدبية المتميزة بحسن الإنشاء وسلامة التركيب هو من أهل الرملة بفلسطين فارسي الأصل وأجداده من العراق تنقل بين القدس ودمشق وحلب وبغداد وزار مصر أكثر من مرة ثم استقر بحلب فكان من خواص وشعراء أبي الهيجاء عبد الله والد سيف الدولة بن حمدان ثم ابنه سيف الدولة سيف الدولة وله كتب عديدة ألفها واشتهر بجودة الكتابة فيها حيث كانت كتابته كشعره في الجودة ومن أشهر مصنفاته ما يلي كتاب أدب النديم وهو في أدب الصحبة والصاحب والنديم هو طبعا الجليس أو الصاحب كتاب الصيط والمطارطة كذلك كتاب الطبيخ وهي مؤلفات ذات موضوعات متعددة تعبر كذلك عن شخصية الشاعر وتنوع معارثه وسعة اطلاعه وهمته في اكتساب العديد من العلوم والفنون عزيزي التارس كان ذلك عن التعريف بالشاعر كشاجم وعن نشأته وحياته ونأتي الآن للتعرف على شعره وخصائص شعره مع عرض نماذج منه من خلال الفقرة التالية والتي نبين فيها هذه الخصائص وكذلك النماذج عزيزي التارس لعل هذا الشاعر بهذه الثقافات المتنوعة لعل له شعر أيضا متميز بخصائص تشبه شخصيته من أهم هذه الخصائص ما يلي تميز شعره بالإيجادة في الوصف والإصابة فيه كما قال عنه ابن شرف القيرواني وأما كشاجم فهو مجيد الوصف ويحققه ويسبك المعنى فيرققه ويروقه اثنان شعره متنوع الموضوعات كثقافته المتنوعة كما أشار إلى ذلك أبو منصور الثعالبي بقوله ومن مولدي أهل الشام أبو الفتح كشاجم والصنوبري وأبو المعتصم الأنطاكي وهؤلاء رياض الشعري وحدائق الضرفي أي من الضرافة ثلاثة غريب التشبيهات في شعره حيث يذكر من التشبيهات ما لا يعلمه كثير من الناس إلا الخاصة من ذوي المعرفة باللغة بثقافة الشاعر أربعة يضمن فيه العديد من الحكم والأمثال كشأن العديد من الشعراء الذين خبروا الحياة وجربوها وأحبوا أن يصيقوها في أشعارهم ليفيدوا بها الناس وقد ذكر عنه ذلك ابن شرف بقوله وكشاجم حكيم شاعر وكاتب ماهر له في التشبيهات غرائب وفي التآليف عجائب عزيز التالس ولتأكيد هذه الصفات أو الخصائص سنعرض لك نماذج من شعره في موضوعات متنوعة وبصورة مختصرة فمن الوصف قوله في الشمع أي في الشمع الموقد وصفر من نبات النحل تكسى فواطنها وظاهره النعاري كواكب لسن عنك بآفلات إذا ما أشرقت شمس العقاري بعثت بها إلى ملك كريم شريف الأصل محمود النجاري فأهديت الضياء بها إلى من محاسنه تضيء لكل سهري وقال فيه جاء مغن ومغن بارد نغمة مختل اليدين ما رآه أحد في دار قوم مرتين يأتي لهم مرة أولى وبعدهم ما يطلبه مرة ثانية وفي الغزل يقول يا كامل الأدوات منفرد العلا والمكرمات ويا كثير الحاسد شخص الأنام إلى جمالك فاستعذ من شر أعينهم بعيب واحد عزيز التالس كان ذلك عن الشاعر كشاجم وعن حياته وشعره ونأتي الآن إلى الفقرة التالية لنبين فيها حياة ونشأة ومواهبة الشاعر المشهور أبي العلاء المعري من هو أبو العلاء؟ هو أبو العلاء المعري أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي نسبة إلى تنوخ إحدى قبائل اليمن ولد بمنطقة يقال لها المعرة من أبوين كريمين فقد كان أبوه من أفاضل العلماء وكان يده قاضية ولما بلغ الرابع من عمره أصيب بمرض الجدري فذهب بعينه اليسرى وبيضت عينه اليمنى فنشأ ضريرا لا يعرف من الألوان إلا الحمر لأنه كان آخر ما رآه في مرضه لما أدرك سن الفهم والتعلم لقنه أبوه علوم اللسان العربي فتعلمها وتعلم على عدد من العلماء وأخذ عنهم بفهم وحفظ نادرين ولما بلغ العشرين عاما بدأ يدرس اللغة والأدب وينقب عن المسائل التقيقة في اللغة واللسان وطريقة تركيب الكلام حتى تفوق على جميع اللغويين في عصره ثم غادر بلدة المعرة عام 392 هجرية إلى بعض بلاد الشام وأخذ من مكتب الترابلس بعض المعارف ومر على اللاذقية وكان بها دير للرهبان فتعلم العهدين القديم والجديد يعني كتب التوراة والإنجيل طبعا وإن كانت محرفة ثم رحل إلى بغداد مقر العلماء ودرس فيها الحكمة اليونانية والفلسفة الهندية ونفع أهل بغداد بعلمه وأدبه وأقام فيها زمنا طيبة ثم سمع بموت أمه وأبيه فحزن عليهما ورثاهما في شعره وقد شكك بعض الفقهاء والأمراء في عقيدته واضطربت حياته وعز عليه النصير فعزم على اعتزال الناس وعاد إلى بلده الأول المعرة سنة أربعمائة هجرية فاعتزل الخلق أو الناس إلا عن بعض تلاميذه وسمى نفسه رهن المحبسين العمى والمنزل وظل عاكفا على التأليف والتعليم قانعا بالقوت من العيش ولم يتزوج خوفا على نسله من اللئام وظل كذلك حتى مات سنة أربعمائة وتسعة وأربعين هجرية وقيل إنه أوصى أن يكتب على قبره هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد عزيزي التارس أما مواهب أبي العلاء المعريف عديدة أكثرها تنسجم مع طباعه التي تشتمل على رقة القلب وسخاء النفس والوفاء مع الغير مع حرص على نفسه وكمع لشهواته ومن هذه المواهب ذكاؤه الحاد الوقات حيث كان قوي الذاكرة سريع الحفظ وقد ربوا عنه في ذلك الأعاجيب وقد قال الشعر وعمره إحدى عشرة سنة ولم يمنعه ذهاب بصره من الإجادة للتشبيه ومشاركة المبصرين في ألعابهم فقد كان يجيد لعبة النردي والشدرنجي وغيرها من الأمور عزيزي التارس كان ذلك عن حياتي ونشأتي ومواهب أبي العلاء المعريف وأما شعره وخصائصه فسنوضحه من خلال الفكرة التالية ومن خلال التأمل في شعر أبي العلاء المعري نجد الخصائص الآتية واحد قسمه إلى قسمين شعر الشباب ويجمعه سقط الزند هكذا سمي وشعر الكهولة ويجمعه اللزوميات ثنان تميز شعر الشباب بكثرة المبالغة وتقريد الشعراء الآخرين حيث قلد فيه المتنبي كثيرا كما كان مستخفا بكواعد اللغة العربية ثلاثة تميز شعر الشباب أيضا بمجارات شعراء عصره في استخدام البديع والألفاظ الغريبة أربعة خال في أكثر أقراض الشعر عدى الخمر والمجون والصيد والهجاء وتحدثث الرثاء والمتح والفخر والفلسفة والعلوم خمسة أما شعر الكهولة فتميز بقلة المبالغة أصبح إنسان عاقل والبعد عن التكلف وقد عارض فيه المتقدمين من العرب فآثر فيه جزالة اللفظ وأسلوب البدو وركوب القواف الصعبة ستة كان شعر الكهولة مليء بالحكمة والفلسفة والمنطق والآراء العقلية وحشاه بالألفاظ الغريبة والتراكيب الغامضة مما جعل الناس يصفونه بالزندقة عزيزي تارس كان ذلك عن خصائص شعر أبي العلاء المعري وتتضع هذه الخصائص أكثر من خلال عرض نماذج من شعره وهي كالآتي يقول مفتخرا ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل عفاف وإقدام وجزم ونائل أعندي وقد مارست كل خفية وفي تجارب الحياة يسطق واش أو يخيب سائل فما يقول إذا عصر الشباب مضى وقد تعوضت عن كل بمشبهه فما وجدت لأيام الصباع وضى وفي الوصف يقول لقد زارني طين الخيال ثهاجني فهل زار هذه الإبل طيف خيالي لعلك راها قد أراها جذابها ذوائب طلع بالعتيق وصالي ومسرحها في ظل أحوى كأنها إذا ظهرت فيه ذوات جمالي عزيز الدارس كان ذلك عن الشعر أبي العلاء المعري وعن خصائص شعره ونماذج منه ونكون بذلك قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة والتي تناولنا فيها ما يلي حيث تحتثنا عن شاعر الأمراء أبي فراس الحمداني وعن حياته ونشأته وصفاته ثم تحتثنا عن خصائص شعره ونماذج من ذلك الشعر ثم وقفنا مع كشاجم ونشأته وحياته وشعره وخصائص شعره ثم مع أبي العلاء المعري وتحتثنا عن مواهبه وعن شعره وخصائص شعره وعرضنا شيئا من شعره وفي الختام نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى نأمل أن تحضر لها إلى ذلك الحين استودعك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته